قالت دراسة جديدة تختص بطب الأعماق إن لياقة الغواص وعدم درايته الكاملة بالمعلومات المهمة ممكن أن تكون سببا في تعرضه لأضرار صحية تصل إلى حد الوفاة نعم حسين هذه الدراسة أشارت إلى ضرورة اتباع الإرشادات عند البدء في الغواص والمحافظة على استخدام الأدوات المناسبة للشخص ومعرفة حدود اللياقة البدلية الزميل الشوق العثمان وفتنا بالتغرير التالي من أعماق البحر بحثا عن الخبايا ولتعمق في ظلمة تخفي العديد من الأسرار يخطس محب الغواص باتجاه مجهول ليعيش تجربة جديدة بين أشعة الشمس وظلمة الأعماق معلقا في أمتار من المياه يحطك الأزرق من كل جانب ما يحتم عليك معرفة جيدة بالأدوات وأساسيات الغواص التي من الممكن أن تجنبك المتعب أدوة مهمة نستخدمها في الغواص وهي تعتبر داعم للحياة هي المنظم اللي رح يركب على الأسطوانة وهو اللي نركبه في الفم عساس نتنفس طبعا يتكون عادة من ثلاث قطع هي المرحلة الأولى اللي تركب في الأسطوانة وعندنا المرحلة الأساسية اللي رح نتنفس منها وعندنا مصدر بديل للهواء أو مصدر احتياطي عادة يكون باللون الأصفر وهذه الهدف منه لمشاركة الهواء مع الزميل وعندنا طبعا عدار العمق والضغط وبوصلة تبين للتجاهات هي البدلات الغوص وتتراوح حسب الموسم اللي رح نغوص به فاته بدلات صيفية إلى الشتوية حسب السماكة اللي رح نستخدمها ومن الغطسة الأولى في المياه المحصورة يتم تدريب الجسم على البيئة المائية من خلال تمارين متتابعة تبدأ نظريا ليتم الانتقال إلى مرحلة المياه المفتوحة والغالم اللي محدود في أغماق البحار هاي مناهج للأطفال لسن 8 إلى 10 سنوات تجي مناهج تدريبية جاهزة لكن بالنسبة للكبار من 10 سنوات إلى 15 سنة ياخذون شهادات معينة وفوق الـ 15 سنة يعتبر الليسن أو الشهادة كاملة فيه برنامج هو طبعا أشهر برنامج عالميا اسمه غواص المياه المفتوحة أو الـ Open Water Diver يجي البرنامج كباكيج كامل يشمل الكتاب والمؤهلات الكاملة وفيه كتب لدورات متقدمة وتخصصات الحصول على رخصة الغوص لا يأتي إلا بعد التدرج في مراحل التدريب وبرامجه المختلفة لإخضوا بعد ذلك في عتبات الاحترافية وفق أعمار مختلفة تبدأ من 8 سنوات وحتى نهاية العمر شوكي العطمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوكي العطمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوكي العطمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين